شامة في جبين التاريخ وغرة في ثبات المؤمنين رواءهم السير في الذهبيه وابن حجر وغيرهم ان عمر رضي الله عنه اجه في السنة التاسعة عشرة للهجرة جيسا لحرب الروم وقتل بلادهم لكثنان وقد علم ايصر الروم من اخبار جند المسلمين وما يتحلون به من صدق ايمان ورسوخ عقيدة واسترخاص للنصوص في سبيل الله وصبر وبدر من المهج ورق الراحي في سبيل الله ما علم علم ما اجهله وما اجهته وما اجتهه فامر رجالاته ان اذا ظفروا بأسير من المسلمين ان يبقوا عليه حيا ويأتوه به وكاء الله جل وعلا ان يقع في الاسر عدد من المسلمين من بينهم فحابي جليل قد ادرك معنى العبودية لله عز وجل فتخلص من جزء المسلوقين فلا ترى الا وهو يقوم النهار ويتلو قران يقوم في جنح الليل ويستغفر بالاسحار فقليلا ما يحجع راقبوه فرأوا من ثقاء ومن صلابته ورجولته وعقله ورزانته ما ادهشا ورأوا ان كسبوه لدينهم انهم حققوا نقرا عظيما وكسبا عظيما ذكروه لقيفرهم فقال ائتوني به فجاءوا به فكان الخبر اعظم من الخبر وجاوزت المعاينة الخبر وما رأى انت من سمع ثماتيا نظر اليه قيفرهم فرأى فيه عزة واستعلاء المؤمن ونجابة الابطال فبادره قائلا اني اعرض عليك امراء قال ما هو قال ان تتنصر فان فعلت خليت سبيلك واجرمت مدواك فقال الحسير في انتة وحي هيهاك هيهاك ان الموت لأحب الي الف مرة مما تدعون الي هيهاك ان لقلوب قال طعم بكاشة الايمان ان تعود الى ظلمات الكبر والظلال مهما كانت الاغراءات ان لقلوب عرضت النور بحق ان تتدثر بالظلام مرة اخرى مهما كانت المغريات يتكب العرض الاول من هذا القيصر ويتحطم على طغرة الايمان لان هذا الرجل امتلأ قلبه بعبودية الله فلم يبق في قلبه مستسع لغير تلك العبودية بدأ بالاغراءات فقال قيصرهم لو تنصرت شاطرتك ملكي وقاسنتك سلطاني يريدون ان يبع دينه بعرض من الدنيا يريدون ان يصرف عن عبودية الله الى رفع المركز الذي قال ما سال له لعاب كثير من الناس فضيعوا حقوق الله في سبيل ليلة وباعوا فينهم بعرض من الدنيا هربوا من الرزق الذي خلقوا له فضلوا برزق النور والشيطان فقال رضي الله عنه مفتسما في قيده اختأ عزو الله والذي لا اله الا هو لو اعطيتني جميع ما تملكه وما تملكه العرض والعجم على ان ارجع عن جين محمد طرفة عين ما قبله الله اكبر يتحطم الاغراء بالمركز على صخور الايمان السم لماذا لانه طالب سنة ولا يمكن ان يضرى بما هو جغل الجنة وليس بأيديهم ما هو اعلى من الجنة ليغروه به فانا لهم ان يطلوا اليه انها سلعة الله غالية جز غالية مهوها بدل النسل والمجيس لمالكها الذي اختراها من المطلمين وإن الله ما هزلت حتى يستامها المثلثون المعرضون الجبناء وإن الله ما كتدت حتى يرتاعها نسيئة وتأبيل المعرضون المثلثون لقد اقيمت للعرض بالسوق لمن يريد وقيل هل من مزيد فلم يرضى لها بثمن دون حبل الولي عندها قال قصره رجوه الى الاسر فردوه وطلب من حاسيته وبطالته الاجتماع فورا لتداول الرأي في طريق مكسب به هذا الفتاة ليكون من جنج المصارى وحقا انه كذب وبعد المداولة استقر الرأي على ان الشهوة طريق مجرب ناجع صيف به الكثير عن دينه ومبادئه وتوابثه فلك امرأه ولت امرأينا ولتمنرى من الناس يعبدون الشهوة ينفقون اموالهم في الشهوة المحرمة لتكون عليهم حجرة وبئس الانفاغ يسافرون وراء الشهوة المحرمة وبئس السفر والركح يبيعون دينهم في سبيل الشهوة المحرمة وخفر البيع والنار خفت في الشهوات وهم يتهافتون اليها وساء السعاف عباد شهوة وبئس العبيد قال قلقرهم ايتوني باجمل فتاة في البلاد فجيء بملكة جمال البلاد كما يقولون واغراها بالاموال العظيمة ان استطاعت ان توقعه في الفاكة لان الفاكة طريق الى ترخيجين ولك ان تتصور اخي الحبيب لك ان تتصور ما حال هذا الرجل شار في كامل فتوته ورجولته وشبابه وطوته وفوق ذلك غائب عن اهله منذ شهور وهذا عامل يجعلهم يتفاعلون ادخلوها عليه فتجردت من ملابسها بعد تجردها من الحياء ان تترتب على التجرد من الايمان ولا ذنب بعد توقف قامت تعرض لستها امامه ثم ترسمي في اخضانه فيهرب منها قائلا معاذ الله معاذ الله فتطارده ويتجنبها ويغمض عليه خشية ان يفتن بها ويقرأ القرآن ويستعيد بالرحمن ولسان حاله ومطالق رب القتل احبه الي مما تدعوني اليه وان لا تطرف عني سيدها احب الي واثم من الجائر تتابعه من جهة الى جهة وهو يستعيد بالله الذي لم تنع قلبه الا بعبوديته حتى يأثت منه نقلة الاخبار على الباب لسياطين الان ينتظرون قطر فتنة ذلك الصحابي ووقوعهم في البائجة لينقلوه الى الاخبار كما يتم بالاسلام واهله واعلان انتصارهم في قرضه عن دينه ولعل غيره يتبعه في ذلك حتى يردوكم عن دينكم ان افتطاعوا واذا بها تصيح اخرجوني اخرجوني فاخرزوها التغير لونها فتلت مهمتها كرتها خاسرة عاهرة فاجرة فالها من عند الباب من نقلة الاخبار من الذي حدث هات البسرى يريدون ان يضيروا بالخبر قالت والله ما يجري انت انا ام ذكر والله ما اجري ادخلتموني على حجر ام على بسر الله اكبر الاغراء بالتهوة يفتل امام عبوده في الله التي ما تركت مستسعى لغيرها في حلبه كيف يرضى طالب الحور العين لعاهرة فاجرة ولذة قد يعقوبها الهاوية كيف يرضى وقد وعد بمن لمطلعت اخداهن الى اهل الارض لما لا اتمام السماء والارض ايحا ولا اضاء اتوا بينهما كيف ونظيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها كيف وقد وعد بمن ينظر الى وجه في خلفها اصطاني المرآ كيف وقد وعد بمن حزن كيف وعد بمن يكون عليها سبعون ثوبا ينبذ البصر حتى يرى مختاقها من وراء النحن والزن والعصر والعظم كيف وقد وعد بما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خاب من باع باق الامجفان خاب من باع الهنة بما فيها بشهوة الثالث هنا يقول خيصره اذا اقفلك انتقل الامر الى السماء تهديد وانا لمؤمنين انتلأ قلبه بعبودية الله ان يخشى تهديدا دون نار جهنه انه هارب من النار وما هناك تهديد بما هو اعظم من النار فكل تهديد دونها ولا شك قال رضي الله عنه انت وما تريد اتعل مال ذلك فامر بصلده ثم امر برميه باستهام قرم يديه ويجليه وهو يعرض عليه اثناء ذلك ان يرتد عن دينه فيقرب منهم قيصرهم ان ينزلوه عن خسبة الصلب لينوع التهديد عليه فيجعو بقدر عظيمة ويصب فيها الزيت ويوقد تحتها النار حتى اصبح الزيت يغنيه ثم يأتي باسيرين من اسه المسلمين فيلقيهما في القدر امام عينيه فاذا بلعمهما يتفكت وعظامهما تبدو عارية منظر قضيع بشع وحيه ظنوا انهم به وصلوا الى قلب هذا الصحابي والى بغيته منه التفت القيصر الى الصحابي وعرض عليهم مقرانيه فكان اكد ابا منه قبل فلما يأت منه امر به ان يلقى في القدر مع صاحبه فلما ذهب به دمعت عيناه فظنوا انه قد جزع وسيرسد عن دينه فعرض عليهم مقرانيه مرة اخرى فابا قال ويحك فما ابتاك قال ابتان ان قلت في نفسي انما هي نفس تلقى الان في هذا القدر فتذهب وقد كنت اشتفي ان يكون لي بعدد ما في جسديني شعر انفس تلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله لا اله الا الله والله اكبر ويا لها من قلوب ان تلعت بخشية الله وعبودية الله فلن يترك فيها فراغ وعد الحوّعين دون الجنة او الجحيم عندها ردوه الى الاسم ووضعوا معه خمرا ولحمة كنزيف ومنعوا عنه الطعام والشراب وبقي ثلاثة ايام يرغب عنه ان يأكل لحمة كنزيف او يكرب من الخمر فلم يفعل وانتنت عنقه رضي الله عنه وعرضاه مالت عنقه لشدة الجوع والعرض واشرف على الهلاك فاخرجوه وقالوا له ما منعت ان تأكل او تشرف قال اما ان الضرورة قد احلت لي ذلك ولكن والذي لا اله الا وقالوا له ولقد شرفت ان يشمت امثالكم بالاسلام واخرى لفان حاله فيا ايها الكون مني استمع وعدون الدهر عني افهمي فاني صريح كما تعلمين حريط على مدى القيمين ومهما تعددت الواجهات فلست الى وجهة الانثمين سوى قبلة المصطفى والمقام لأرمي الحشاكة من زمزمين واشهد من تبقى فوق الثرى وتحت السماعزة المسلمين يا لها من كلمة سيشت ان يسمك انتالكم بالاسلام واخرى هذه الكلمة اهديها الى احبتنا الذين يخجلون من مواجهة الله في الاستزامه فجده يوم تلاحقه اعين السفهاء بالهم والغم واللل ينشي على خجل وعلى استثياء يتوارى من القوم يثمت غيره به الا حامل الحق يجبر غيره على ان يحجل منه او يموت بغيظه بل ينتبه لذلك ويقول لسان الحال انا مسلم واقولها من الورى وعقيدك نور الحياة وتؤذجه كرهت ان يشفت انتالكم بالاسلام واهله فقال له القيصر معجبا بثباته ورشده وقوة عقله ولبه خلك ان تقبر رأتي فاخلي عنه وكانوا لا يعيشون لانفسه قال وعن كميع اسرى المسلمين قال وعن كميع فقال يسائل نفسه اجو من عداء الله اقبل ورسه ليخلي عن اسرى المسلمين لان لا يستنوا لا ضيره فقبله فاطلق له الاسرى واجازه بثلاثين الف دينار وثلاثين وصيفا وثلاثين وصيفا كما روضوا عائز السير للذهابين وقد جمع على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارواه باسرى المسلمين ثابت ان تتقود الكامل يطأ بأخلقه السرى وهامه توازي السرى واخبر عمر الخبر ثم قام فقبل رأسه وقال حق على كل مسلم ان يقبل رأسه رأس من لا اظن احدا يجهل مثل هذا الرجل انه عبدالله ابن فبابة السهمي رضي الله عنه وارواه شامة في جبين التاريخ وغرة في جبين الزمن احبك بالله لا يمرك الانسان امام هذه المواقف التي تقف لها الحام الا ان يقول انها النخوذ المؤمنة يوم تجاهدك لسبيل الله لا في سبيل قوم ولا في سبيل نفس ولا في سبيل وطن بل في سبيل الله لتحقيق منهج الله في ارض الله في سبيل الله لتوكيل شرع الله على عباد الله ليس لها لنفسها حظ بل كلها للاه الواحد الفقاظ لا يخافون لو نحنى وفيما الخوف من لوم الناس وقد ضمنوا حضة وعبودية رب الناس إنما يحشى الناس ولومهم من يستمد حركاته وسكناته ومقاييسه من أهواء الناس فهو أرضي ضيني دوني أما من يعود إلى مواسين الله ليجعلها ضوط كل مواسين فما يباري بأهواء البشر وشهواتهم وقيمهم لا يباري بما يقولون ولا بما يفعلون ولا بما يتوعدون إنها كلة المؤمنين المحبين لله ورسوله الأطمئنان إلا الله يملأ قلوبهم فهل لا أعجدت نفسك لتكون من أمثال هؤلاء فإن الينبوع واحد وإن المورد واحد وإن النهر واحد ما أفردوا منه أن تتأخذوا منه سباة على المبارئ وفدق مع البارئ وإخلاص في الظاهر والخاف سماويون لا أرضيون لا دونيون لا طيبون وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله أود الفضل العظيم فيا ضعيف الحزم ويا دني الهم أين أنت؟ أين أنت؟ لا تستطل الطريق الطريق طريق شعب فيه آدم وناح لأجله نور ورمي في النار الخليل وفجع للدرج إسماعيل وبيع ينفذ بذمن بكي ولبث بالسجن برع سمين ونشر بالميشار زكريا وذبح السيد الحطور يحيا وقاص الفر أيوه وزاد بكاء داوه وعالج الأذى محمد صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون ولكنكم تستعجلون إنما يفضل الطريق ويطل المسافر بالجوم الجازة وسير الليل فإذا حاجت سائر عن الطريق أو استطاله ونام الليل فمتى يصل إلى المخصوص متى؟ أتيقوا استيقظوا وخذوا من الأسلاف ممن قبلكم عظة تنير قلوبكم وتبطروا رومان في جبروتها وغرورها ربقت لمن حملوا الضياع وحرروا دحر البغاة بظلمهم وشرورهم فخذوا دروسا منهم والسعجلون